اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكنه في الناس حشية وكأنه في الاهل مغترب جلبابه رقع تألفها غرض وبعد بينها نسب مشت السنون عليه فاختلطت أسباغه وتقارب السبب دام الفؤاد يمضي ألما داوي الجفونة يعض شغب عرق الجهاد يزين جبهته تاجا علته هالة عجب بالروح في كانون نظرته يستك من قر ويدطرب جمدت على المنقار راحته فكأها من بعضه خشب تله الريح به فإن سكنت فتحت عليه ثقوبها السحب يا ربي عفوك إن كفرت فما ترقى إلى ملكوتك الريب أوليس يجمعه بسيده نسب من الصلصال أو حسب فعلى ما تشتاق الريال يد ويد تراكم حولها الدهب وعلى ما يغصب حق مشتهد ليفوز بالذات مغتصب يا غائص بالطين لا نصب يوهي عزيمتك ولا وصب ما أنت أول كادح عثرت آماله ووكب به الدأب هذا النص الشعري للشعر زكي قنصل من ديوان شظايا الطبعة بدمشق سنة 1986 إذن عتبت القراءة ملاحظة المؤشرات النص الخارجية إذن صاحب النص هو زكي قنصل وهو شاعر سوري مهجري يعني شاعر سوري بالمهجر ليس بسوريا ولد عام 1916 بمحافظة ريف دمشق وتلقى دراسته في مدارسها ثم هاجر إلى الأرجنتين سنة 1929 حيث اشتغل بالتجارة تعلم مبادئ العربية والفرنسية وكان ميالا إلى المطالعة فدرس العربية معتمدا على نفسه وعندما أصبح قادرا على الكتابة مرس الصحفة ونظم الشعر واهتم بالشعر الاشتماعي وصور حياة الفقراء من أبناء الشعب له شعر في الحنين إلى الوطن نشر قصائده بالمجلات والصحف التي كانت تصدر بالبرازيل والأرجنتين وفي الوطن العربي ثم عاد إلى وطنه سنة 1984 وأحيى العديد من الأمسيات الشعرية والندوات الأدبية فاز بجائزة ابن زيدون للشعر سنة 1989 كما نال جائزة مجلة الثقافة الدمشقية في سوريا توفي بالأرجنتين ودفن بها سنة 1994 من مؤلفاته شضايا الطورة السورية سعاد تحت سماء الأندلس عطش وشوع ألوان وألحان هواجس وأشواك إذن مصدر النص النص هو مقتطف من ديوان شضايا نوعية النص هو قصيدة شعرية عمودية وصفية ذات بعد اجتماعي واقتصادي طريقة نظمه إذن اعتمد النص نظام الشطرين الصدر والعجز ووحدة الوزن والقافية والروي وهذه الخصائص الشعر العمودي إذن خاصية البيت الأول نسجل أن صدر البيت الأول وعجزه يشتركان في نفس القافية والروي وهذه الظاهرة تسمى في علم العروض بالتصريع إذن روي القصيدة هو حرف البأ عدد أبيات القصيدة القصيدة تحوي 17 بيتا شعريا العنوان الكادح من النحية التركيبية يتكون العنوان من كلمة واحدة مفردة يعني وهو الكادح معجميا ينتمي العنوان إلى المجال الاجتماعي والاقتصادي دلاليا الكادح صفة اجتماعية يتصف بها من يعمل عملا قاسيا ولا يجني منه إلا القليل من أجل لقمة العيش ويحيء العنوان بالمعاناة والمشقة والفقر والحزن والتعب إذن هذا عنوان النص بداية ونهاية القصيدة بداية النص يدل على تناقض مفاده أن الكادح يبني القصور ولكنه يعيش في ماذا؟ يعيش في الكوخ كذلك نهاية النص يبرر عن استمرار معاناة الكادح كغيره من الكادحين مجال النص النص ينتمي إلى المجال الاجتماعي بناء فرضية القراءة انطلاقا من المؤشرات السابقة نفترض أن الموضوع يتناول معاناة الكادح ومأساته هذا بالنسبة لبناء فرضية القراءة انطلاقا من المؤشرات السابقة نفترض أن الموضوع يتناول معاناة الكادح ومأساته الموضوع يتناول معاناة الكادح ومأساته القراءة التوجيهية بالنسبة للإضاح اللغوي إذن يزخر في مسالكها إذن يملأ طرقها وأنحاءها إذن إزدهى يزدهي الشخص يعني أعجب بنفسه والمقصود لا يشرق ولا يضيء في ليله نور من الأمل طمسه أي إزالته ومحوه النوب يعني مفرده نائبة وهي المصيبة الريب الشك تألقها أي جمعها القر هو لفظ مشترك بين الحر والبرد يعني شدة الحر هو قر وشدة البرد هو قر أيضا يعني إذن يمضه يعني يوجعه المنقار آلة ينقر بها شبيهة بالفأس راحته يعني باطن الكف الراحة هو باطن الكف قبس يعني نور يوهي عزيمته يعني يضعف إرادته الوهي يعني الضعف الوهن الضعف والعزيمة هي الإرادة يستكك يعني يحتك وصب ضعف الجسم من مرض وتعب الوصب هو ضعف بسبب المرض أو التعب الدعب دعب في العمل إذا لازمه واجتهد فيه دون ملال هذا هو الدعب المضمون العام للنص إذن وصف مضمون العام للنص وصف معاناة الكادح ومقارنته بفئة من الأغنياء من الذين يستغلون الفقراء ويسلبونهم أموالهم إذن القراءة التحليلية على المستوى الدالي المستوى الدالي إذن لدينا معجم الصفات الدالة على البؤس والمعاناة خرب حاشية مغترب رقع دامي داوي مغتصب غائص بالطين كادح إلى آخره إذن هذا معجم مرتبط بالبؤس والمعاناة كذلك لدينا المعجم الدال على بؤس ومعاناة الكادح كوخه خرب ساءت الحياة كلها تعب النوب كأنه في الناس حاسية في الأهل المغترب جلبابه رقع دامي الفؤاد دوي الجفون يمضي ألم يعضه شغب عرق الجهاد يستكو من قر ويضطرب غائصا بالطين نصب وصب الكادح عثرت آماله إذن نادع للمستوى إذن كما تلاحظون معجم المعاجم المسيطرة على النص نجد معجم البؤس والمعاناة ومعجم يعني المعاناة أيضا البؤس ومعاناة الكادح المستوى الدلالي مستوى الدلالي إذن مضامين عندما نقول دلالي يعني مضامين النص إذن لدينا ثلاثة مقاطع يعني من البيت المقطع الأول حيزه داخل النص من البيت الأول إلى البيت السابع مضمونه وصف حياة الكادح وتصوير معاناته وبؤسه المقطع الثاني حيزه داخل النص من البيت الثامن إلى البيت الحادي عشر مضمونه اجتهاد الكادح وتفانيه في عمله المتعب ثم المقطع الثالث من النص يعني وحيزه داخل النص من البيت 12 إلى البيت 17 استنكار الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء والإشادة بصبر الكادح وتحمله ومواساته في أحزانه إذن هذا من البيت 12 إلى البيت 17 هذا مضمونه إذن الخصائص الفنية في القصيدة إذن لدينا الصور التشبيهية كأنه في الناس حاشية كأنه في الأهل مغترب كأنه من بعضه خشب إذن هذه صور تشبيهية ثم لدينا صور مجازية مشت السنون السنون لا تمشي لكن هذا مجاز كذلك يعضه شغب إذن هذا أيضا مجاز جمدت على المنقار راحته كذلك هذا مجاز تلهو الرياح الرياح لا تلهو لكن هذا مجاز هذه صور مجازية يوظفها الكاتب في قصيدته يد تشتاق الريال يد تشتاق الريال توالت طمسه النواب إذن هذا أيضا تقابل ثم كذلك يغصب حق المشهد يعني يفوز باللدات مغتصب هذا تقابل أيضا ثم تشتاق الريال يد تراكم حولها الدهب إذن الاستفهام الاستنكاري إذن كلام كلام تشتاق الريال يد ويد تراكم حولها الدهب هذا استفهام استنكاري ثم أيضا استفهام الآخر كلام يغصب حق مشهد ليفوز باللدات مغتصب هذا أيضا استفهام استنكاري ثم لدينا استخدام أسلوب النداء يعني عندما يقول يا رب عفوك يا غائصا بالطين إذن هذا أسلوب النداء على المستوى التداولي إقاع القصيدة تكررت في القصيدة أحرف كثيرة منها حرف الروي الباء وحروف أخرى مثل اللام والميم والكاف مما أضفى عليها إقاعا موسيقيا ممتعا وجمالية من حيث الشكل هذا إقاع القصيدة مقصدية القصيدة إذن يسعى يسعى الشاعر يسعى الشاعر إلى التقريب إلى تقريب صورة الكادح من منظور المجتمع وإثارة انتباه انتباه لهذا الأخير إلى الاهتمام به والاعتراف بمجهوداته وتفانيه في عمله إذن هذه هي مقصدية الشاعر من خلال هذه القصيدة بالنسبة للقراءة التركيبية إذن يصور الشاعر واقع حال الكادح في حياته الاجتماعية ويصف حالته النفسية الشاهدة على بؤسه ومعاناته فهو يقدم كل شيء لبناء المجتمع واستقراره بكل جهد واجتهاد وتفاني وصبر ولكنه لا يأخذ إلا القليل من أثر ذلك كله والكادح وإن كان على هامشه المجتمع فهو بفضل صفاته يقدم يقدم بعمله أسمى مظاهر الحياة الاجتماعية هذا هو التحضير القبلي لهذا النص أتمنى أن يكون هذا التحضير قد لاقى استحسانكم أتمنى أن يكون هذا التحضير مفيدا بالنسبة لكم إذن أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع نص جديد خاصة في المجال المقبل إن شاء الله المجال السكاني المجال السكاني إذن أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع أول نص ضمن إطار المجال السكاني شكرا شكرا شكرا